السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي جميع الشعب في الحلقة الثانية في مادة الرياضيات وهنتناول الوحدة الأولى الدوال الحقيقية عايز أفكركم باللي إحنا تلقناه في الحلقة الماضية اتكلمنا عن المدى اتكلمنا عن المجال اتكلمنا عن أطراض الدالة واتكلمنا على الدالة الزوجية والفردية وإذا كانت ليست زوجية وليست ايه فردية يعني عرفنا مدى ومجال وأطراض الدالة ونوع الدالة وحلنا تمرين إزاي أرسم ومن الرسم إزاي أطلع المجال وطلع المدى هنستكمل هذه الحلقة ونرسم مع بعض دوال أخرى ثم نتعرف على بعض الدوال الأخرى زي دالة المقياس والدالة التكعبية والدالة التربعية ودالة الكسرية فتعالوا مع بعض نشوف التمرين اللي عندي بيقول لي ارسم منحنى الدالة دال سين بيساوي اتنين سين ناقص اتنين على سين ناقص واحد موضحا المجال والمدى واحد يقول لي يا أستاذ دي ممكن الدالة خطية أقول له أنا قلتلك ما تستعجلش أنا مبدأي كده ابدأ حل وشوف هيطلع معك ايه فانت لازم تعمل تبسط الحل الدالة بتاعتك واحد يقول لي يعني ايه أبسط أقول له يعني لو عندك عامل مشترك خده طب انت عندك هنا دال سين مالها دال سين دي ممكن تاخد عامل مشترك اللي هو ايه اللي اتنين جميل ده في البسط وبعدين قسم طب لما تيجي تقسم اتنين سين على اتنين يبقى سين اتنين على اتنين فهل واحد وتحت عندي سين نقص واحد ماذا تلاحظ نلاحظ ان السين نقص واحد راحت مع بعض يبقى اتنين طب واحد يقول لي هل الكلام ده أقدر أقول لي ان المجال أصبحه أقول له لا المجال الوحيد اللي تقدر تجيبه ولازم تجيبه قبل ما تبصت الدالة يعني الدالة دي أصبح الدالة ثابتة ولكن المجال دالة كسرية يعني ايه دالة كسرية واستاذ ما انا قلت لك حا ما عدا اصفار المقام اصفار ايه المقام طب اصفار المقام هنا كام يعني تحط لي المقام بكام بصفر يعني سين نقص واحد يصوي صفر يعني سين بصواح يبقى المجال عندي هنا حا ما عدا ايه الواحد جميل اول طب المدى طب انت يا استاذ قلتلي نرسم الاول عشان توضح لي المسألة بتاعت اقول لك تعالى ما تزعلش تعالى نرسم الدل انت عندك محورين لابد انك انت تكون رسمه ادي المحور السينات و ادي محور الصدات واتفقنا عند الاتنين لان ادي دلة ثابتة هرسم مستقيم ماله عند الاتنين يا استاذ ماله قلت مستقيم ها يوازي محور السينات تمام بس انتبه لحاجة صغيرة خالص الدلة غير معرفة عند الواحد يبقى لما تيجي ترسم لي عند الواحد خليها لي مفتوحة الله جميل جدا يعني لما تيجي ترسم هنا وعند الواحد خليها ايه مفتوحة صح جميل طيب تقدر تجيب المدى اقول له اه المدى المدى بيبدأ يا استاذ هنا عندي ده عدد صح ودي كتدل ايه اصلا كانت اه كسرية يبقى المدى هنا عندي كل اللي فوق ده بس معدى مين معدى الاتنين يعني جميع الاعداد الحقيقية فوق وتحت بس غير معرفة عندي مين عند الاتنين يبقى اقول له المدى يساوي حا معدى كام الاتنين واحد يقول لي طيب انت عرفت ازاي اقول له عند الواحد كانت قدامها كام اتنين فعشان كده الواحد شناه من المجال والاتنين شناه منين من المدى تعال نشوف تمرين اخر وازاي نرسم برضه بيقول لي ايه ارسم الشكل البياني للدالة الاتية ومن الرسم استنتج ما يلي المدى وابحث معايا الاطراض يعني التزاوي التناقص ايه والثبوت وبين نوع الدالة اللي هي اذا كانت زوجية او فردي او غير ذلك طيب الدالة دي معرفة الى ايه الى قعدتين اقول له ما فيش مشاكل عندك خالص تعالى نمسك الاولى دال سين تساوي اتنين سين زائد واحد بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان السين اصغر من او تساوي سالب واحد يعني لما تعمل الجدول اوعى تغلط وتاخد اعداد موجبة لا ده هو معرفها لي هنا ايه اصغر من او يساوي سالب واحد السالب واحد معانا يعني سالب واحد سغير سالب اتنين سالب تلات جميل او طب عوض وطلع قيم سين شيل السين وحط سالب واحد اتنين في سالب واحد بسالب اتنين زائد واحد يبقى سالب واحد شيل السين وحط سالب اتنين سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة زائد واحد يبقى سالب تلات سالب تلاتة في اتنين بسالب ستة زائد واحد يبقى سالب خمس كده انا اقدرت اجيب النقاط طيب تعال نشوف التانية ده لسين جدالة اربعية بيقول لي عندما سين اكبر منين من سلب واحد اكبر من سلب واحد بس خلي بالك مفيش تساوي عندي السلب واحد يعني ما تاخدش سلب واحد خد بعد السلب واحد يعني صفر واحد اتنين عوض صفر تربيع بصفر يبقى سلب اتنين واحد تربيع بواحد نقص اتنين يبقى سلب واحد اتنين تربيع باربعة نقص اتنين يبقى اتنين تعالي بقى نرسم انت محتاج خلي بالك محتاج الصادات السالبة اكتر يبقى خليلي محور السينات يطلع فوق شوي ومحتاج السينات سالب تلاتة وهنا مجاب اتنين يعني اعتبر في النص والصادات المجابة لحد اتنين جميل يبقى انا محتاج ازود عند محور الصادات ايه اللي هو السالب خلي بالك وانت بترسم عشان تبقى رسمك دقيق ادي محور السينات وادي محور الصادات واحط النقاط عليه ولابد ان هو يكون متساوي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة سالب خمسة وهكذا تعالوا نشوف الاول انت عندك سالب واحد وسالب واحد ادي سالب واحد وسالب واحدة سالب اتنين وسالب تلاتة سالب اتنين اهي وسالب تلاتة اهي سالب ثلاتة وسالب خمس ادي سالب تلاتة وادي سالب خمس انت ممكن تعمل كده هون وتشوف هي قصد مين هترسم عندي ده المستقيم الاول جميل خالص تعال نشوف التاني صفر وسالب اتنين السين بصفر وساط بسالب اتنين يعني على المحور واحد وسالب واحد السين بواحد والساط بسالب واحد اتنين واثنين ادي اتنين وعندي فوق اتنين واحد يقول لي يا استاذ هل ينفع ان انا ارسم ده بالمسترة اقول له لا لان دي دلة تربعية منحنة يعني هترسمه بالشكل ده جميل جدا تعال بقى نشوف هو عايز المدى المدى بتاعي من اول فين لحد فين هللاحظ هنا عندي من سالب ما لا نهاية الى موجب ما لا نهاية صح طيب خلي بالك اتدلكت معرفة عندي سالب واحد اه طالما هنا فيه علامة التساوي موجودة يبقى معرفة عندي سالب واحد يبقى هقول له المدى جميع الاعداد الحقيقية حقا جميل طيب والمجال ايضا المجال حقا طيب بيقول لي الاطراض يعني زوجية ولا فردية لاحظ الفرع ده اتدل ايه تزايدية خلي بالك انت بتاخد لحد السنات يبقى هقول له تزايدية منين من سالب ما لا نهاية الى سالب واحد طيب الدلة دي برضو ايه تزايدية تزايدية من اول فين ده هي عالصفر يبقى من اول صفر الى ما لا نهاية يبقى من صفر الى ما لا ايه نهاية خلي بالك ان المال نهاية موجب وسالب دائما ايه مفتوح جميل خالص طيب انت جبت التزايد هل هنا عندك حاجة تاني لا هم فرعين اتنين بس يبقى انا جبت كده ايه الاطراض طيب هي زوجية ولا فردية استاذ اقول لك تعاله اذا كان هناك تماثل حول محور الصادات يبقى في الحالة دي زوجية واذا كان هناك تماثل حول نقطة الاصل يبقى فردية طيب الدلة اللي انت شايفها دي لا فيها تماثل حول محور الصادات لا الجنب دا زيدة ولا دا زيدة هنا زيه ولا حول نقطة الاصل يبقى اقول له ايه الدالة مالها يا عم ليست زوجية وليست ايه فردية طب في حاجة تانية بقية لا انا رسمت وطلعت المدى وبحثت الاطراض طلعت الاتنين متزايدين وشفت نوعها ليست زوجية وليست ايه فردية جميل اوه تعالى بقى نشوف دلة اخرى اسمها دلة المقياس دلة المقياس دي او تسمى دلة القيمة المطلقة بتعرف ازاي قالك تعرف القيمة المطلقة لسين ان هي اكبر من قيمتي السين وسالب سين مع بعض يعني اكبر العددين المجب والسالب طيب مجالها ايه قالك مجالها جميع الاعداد الحقيقية اما المدى هي دائما ترسم فوق محور السينات يعني ما بتمفعش بالسالب عشان كده بنقول المدى من صفر الى مال نهاية طيب كنا درسنا الحصة السابقة او الماضية خواص دول المقياس ان القيمة المطلقة لسين اكبر من او تساوي صفر عمرها ما تكون سلب ابدا طيب في حالة ما هي بصفر قالك السين اللي جوه ده كمان بصفر طيب القيمة المطلقة لسين ضربساط بساوي قيمة المطلقة لسين ضربساط اما للجمعة ما بساووش لا اصغر من او يساوي احيانا ممكن يساوي واحيانا ممكن ايه لا يساوي واحد يقول له تبدينا مثال عليها كده اقول لك تعال القيمة المطلقة لثلاثة زائد خمس بتساوي القيمة المطلقة لثلاثة والقيمة المطلقة ايه لخمس هنا دي تمانية ودي ثلاثة زائد خمسة كان برضو تمانية اي بقى بيساوي طيب القيمة المطلقة لسالب ثلاثة زائد خمس النحية التانية القيمة المطلقة لسالب ثلاثة وهنا كان خمس القيمة المطلقة لسالب ثلاثة هي ثلاثة قيمة المطلقة الخامسة هي خمسة لكن نجمع دول مع بعض سالب ثلاثة وخمسة اتنين يبقى القيمة المطلقة بتاعته اتنين هل الاتنين يساوي التمانية لا عشان كده بنقول اصغر من او يساوي يبقى دي كانت الشرح بتاع الخواص بتاعة دلة المقياس ليه قلتلك اصغر من او يساوي نتائج هامة جدا القيمة المطلقة لسين اصغر من الالف هيديني ايه لما اصغر من الالف يبقى السين اكبر من سالب الف واصغر من موجب الف واحد يقول لي يعني اعمل ايه استاذ اقول لك ما تعملش حاجة خالص بص كده انا بجيب لك هنا سين اكبر من اصغر من او تساوي تلاتة شل القيمة المطلقة وقول لي سين اكبر من شوف انا عملت ايه نقلت دي ادنحة تاني حط هنا سالب تلاتة ونزل دي تلاتة زمهين بس اه بس طب لو في عدد لو سين زائد خمسة اصغر من اتنين اقول لك ابدا خالص شيل القيمة المطلقة واكتب الكلام زي ما هو انقل دي هنا خليها اكبر وغير الاشارة خليها سالب اتنين ثم اكمل بقية الحل زي ما هنشوف دلوقت هنحل ازاي طيب في حالة لو اكبر قالك اكبر بنقسم الصفحة نصين بناخد سين اصغر من سالب الف وسين اكبر من الف يعني الكلام ده استاذ اقول لك بصوا كده سين اكبر من او تساوي خمس وهاخد سين اكبر من ثلاث وهاخد سين زائد اتنين اكبر من او تساوي واحد مثلا هديك ثلاث امثل طيب انت هتعمل ايه اول ما تشوف علامة اكبر اقسم لي الصفحة نصين كتير يعني في حال ليه جميل شيل بقى خلاص تقيمة المطلقة شكرا اقول له سين اكبر من او تساوي خمسة زماهية اهو سين اكبر من ثلاث خلي بالك سين زائد اتنين ما لها اكبر من الواحد ماشي ما عملتش حاجة خالص ده انا شيلت القيمة المطلقة في كل واحدة منهم الحالة التانية بقى سين وقلب الاكبر خليها اصغر من او يساوي والخمسة خليها سالب نفس الكلام السين الاكبر خليها اصغر يبقى الاكبر نخليه اصغر والعدد نخليه بالسالب طيب الاكبر هنخليه اصغر والعدد نخليه بالسالب ثم هنشوف طريقة الحل ازاي ده كان الفرق بين اصغر وبين ايه اكبر طيب تعال نشوف مسألة وناخد معادلة وناخد متبينة اوجد مجموعة حل المعادلة القيمة المطلقة لسين نفس ثلاثة يساوي سبعة جبريا وحق الناتج بيانيا يعني كمان عايز يرسمه عشان يتأكد اقول له تعالي انت هتعمل ايه مش دي قيمة مطلقة مش الكلام ده ممكن يطلع موجب ويطلع سالب يعني ممكن تقول لي اشيل القيمة المطلقة وقول له يساوي موجب او سالب سبعة مش انا الكلام اللي جوه ده لا لو كان موجب سبعة هيطلع بسبعة ولو كان سالب سبعة برضو هيطلع بسبعة فانا بقول له اشيل القيمة المطلقة وحط اشارة موجب او سالب يبقى انا عندي المسألة اصبحت اتنين اصبحت ايه بقت مسألتين دلوقت ايه هما سين ناقص ثلاثة ساوي موجب سبعة وسين ناقص ثلاثة برضو يساوي سالب سبعة جميل اوي بقت مسألتين معادلتين حل معاك يلا ودي الحارة التانية وغير الاشارة يبقى سين بالساوي السالب دي بتروح الناحية التانية بالموجب يبقى سين بالساوي عشرة طب ودي الحارة التانية يبقى سين تساوي السالب دي تروح ايه بالموجب يبقى سين تساوي سالب اربعة طب اتأكد كده يا استاذ شيل السين وحط عشرة عشرة نقص ثلاثة سبعة تب شيل السين وحط سالب أربعة سالب أربعة وسالب ثلاثة سالب سبعة لما تطلع بره المقياس تبقى موجب سبعة صح يبقى مجموعة الحل ميم حق اللي احنا بنسميها مجموعة الحل اصبع عندي عددين سالب أربعة وكام وعشرة تب هو كان بيقول لي حقق الناتج بيانيا يعني ايه الكلام ده يا استاذ قال لك يرسم الايه الفرعين دول سين نقص ثلاثة يسوي سبعة مرة وسين نقص ثلاثة يسوي سالب سبعة هيطلع لي خطين وهيتقطعوا مع بعض فين في سالب أربعة وكام وعشرة تعالي نشوف كده ادي المحورين طيب حد يقول لي اقدر اعمل جدول على طول اه ويكفيني نقطتين بقى انا تعود هاخد السين بصفر مثلا من واحد السين بصفر هنا عندي بقول لك سين ناقص ثلاثة بسوي سبعة او هنا عندي السين بكام بعشرة او على طول ممكن اقول لي تمنا لو عوضت هنا السين بعشرة ماشي واحد هذه العشرة وعندي هنا السين بسالب أربعة طيب واحد يقول لي طيب انا عايز اخد اعداد هنا سين ناقص ثلاثة لو انت عوضت عن السين بصفر ايه اللي هيطلع ولو عوضت عن السين بواحد ايه اللي هيطلع تعالي نشوف لما اعوض عن السين بصفر طيب مش هينفع طيب لو عوضت عن الواحد ما ينفعش ليه لان دي اعداد عندي يبقى انا عندي هنا ايه القيمة المطلقة بتاع لما اجي اعيد حساباتها مرة تانية بقول لك حاجة مهمة جدا ان شرط سين ناقص ثلاثة اكبر من او يساوي الصفر وهنا اصغر من ايه من الصفر يعني معناها ودي ان السين اكبر من او يساوي الثلاثة وهنا السين اصغر من كام من الثلاثة يبقى لما اجي ارسم لازم اكبر من الثلاثة يبقى انا اخد كام بعد كده ممكن اخد الاربعة والخمسة دول عددين عوض عن السين باربعة وعوض عن السين بخمسة وهنا برضو نفس الكلام سين اصغر من الثلاثة يعني اخد ايه من الصفر وواحد وارسم الدلة اللي عندي يبقى في الحالة دي هيطلع عندي هنا ايه نقطتين اللي هما العشرة والاربعة وهيمر علينا مسائل زي كده ونشوف تعالوا بقى نشوف حل المتبينات اللي عندي بيقول لي اوجد مجموعة حل المتبين دي اصغر ودي اكبر تعالى نمسك الاولى القيمة المطلقة السين نقص ثلاثة اصغر من او تساوي خمسة انت قلت ان هتعمل ايه استاذ شيل القيمة المطلقة ودي العدد الناحية التانية وخليه باشارة سالب طيب هتعمل ايه قال لك انا عايز اتخلص من العدد اللي هنا عايز اخليه سين بس قال لك باضافة المعكوس الجمعي لسالب 3 طيب المعكوس الجمعي لسالب 3 اللي هو مجب كام مجب 3 للاطراف التلاتة هنا وبرضو في النص وبرضو هنا في الاخر طيب يتروح مع بعض يبقى سين سالب خمسة زائد ثلاثة سالب اتنين خمسة زائد ثلاثة كام تمانية يبقى انا عندي الفترة بتاع الحل من سالب اتنين الى تمانية مغلقة طيب ليه مغلقة يا استاذ اقول لك عشان علامة التساوي طيب هتيجي ترسمها لي اه على خط الاعداد ادي سالب اتنين ودي التمانية مغلقة مغلقة ثم وصل بينهم خلصت اه خلصت طيب تعالي نشوف السؤال التاني ده هنا اكبر هتعمل ايه في اكبر يا استاذ قال لك بتقسم الصفحة نصية شل القيمة المطلقة شكرا واكتب المسألة زي ما هي مرة والنحية التانية غير الاشارة خليها اصغر والتلاتة خليها سالب تلاتة طيب هتعمل ايه بعد كده قال لك هتحل متبينة عادية ودي الحارة التانية يبقى سين طيب انت لما بتودي بتعمل ايه بتغير الاشارات يبقى ثلاثة ناقص اتنين يعني السين اكبر من واحد طيب اعرف لي المتبينة هنا ودي الحارة التانية اصغر من سالب ثلاثة ناقص اتنين يبقى سين اصغر من سالب خمس تعال بقى نشوف لما بتقول لي اكبر من واحد يعني اتنين ثلاثة الى ما لا نهاية يبقى واحد وما لا نهاية طبعا دي دايما مفتوح هل هناك اشارة يساوي مع المتبينة لا يبقى دي برضو كمان مفتوح جميل طب سين اصغر من سالب خمس يعني سالب ستة سالب سبعة الى سالب ما لا نهاية يبقى سالب ما لا نهاية وسالب خمس دي دايما مفتوح هل هنا يساوي يبقى زيها برضو مفتوح يبقى مجموعة الحال اصبح ايه باه الفطرتين دول اعملهم اتحاد مع بعض وممكن اكتبها لك بطريقة تانية يبقى الاول اعملها لك اتحاده او تقول لي حا ما عدا العددين دول فترة بس هنا حاجة صغيرة جدا هنا كانت مفتوحة تكتبهم لهنا مغلقة والصغير الاول يعني سالب خمسة وواحد طيب لو كان هنا مغلق يا استاذ تكتبهم هنا مفتوح ايه هو الفرق بس هنا يبقى مجموعة الحال يبقى مجموعة الحال يبقى اما بتقول ان الفترة الاولى اتحاد الفترة التانية وكفى المؤمن شرر الكتال يبقى شكرا او تقول له حا ما عدا ايه الفترة اللي هي العددين اللي عندك بس بتخدهم بعكس وضعهم لو كان مفتوح اخدهم مغلق لو كان مغلق اخدهم ايه مفتوح جميل اول بيقول لي ارسم الشكل البياني للدلة دي دي دلة ايه دلة مقياس طيب تعالى نرسم الدلة ونعيد تعرفها واخر زي الفل طيب هنعمل ايه استاذ اقولك القيمة المطلقة لسين نقص اتنين دي بتتوزع لمرتين نفسها وعكس الاشارات لما سين تساوي لا اكبر من او يساوي اتنين وهنا سين اصغر من اتنين ده تعريف طيب بتعمل ايه في التعريف يا استاذ اقولك بكل بساطة بالساوي ده بصفر عشان تطلع العدد يبقى هنا السين عندها يبقى باتنين واقول له مرة اكبر من او يساوي ومرة اصغر اكبر من او يساوي خد نفس الكلام باشاراته اصغر غير اشارات المقدار كله الموجب سالب والسالب موجب طيب هو ضيف لي عليها كام واحد اقول له هضيف لك عليها واحد يبقى سين نقص اتنين برا القياس زائد واحد ضيف لي هنا واحد طيب انت لما تضيف هنا واحد يبقى سين ناقص اتنين زائد واحد يعني سين ناقص واحد طيب هنا ضيف لي واحد واحد على الاتنين يبقى كام ثلاثة برضو صين أكبر من أو تساوي اتنين وصين أصغر من اتنين تعالى بقى نرسم وعايز عرفك حاجة مهمة جدا في نقطة تقاطع المحورين أو الفرعين بتوعد دلة المقياس ازاي تطلعها وبرضو في رأس منحنة للدلة التربعية تعال هنا كده شايف العدد ده خده بعكس اشارته يعني سالي باتنين مجا باتنين وخد ده زي ما هو كما هو يعني الرسم بتاعي هيبدأ من نقطة اتنين وواحد معقولة الكلام ده تعال شوف كده وتأكد من نفسك اهو طب انت ليه عملت هنا أصغر اقولك الدلة المقياس دائما موجبة يعني هتكون فوق فانا كده محتاج اللي فوق أكتر اخذ المسافات متساوية طبعا عشان الرسم يطلع صحيح طب الدلة الأولى ده السين بتساوي سين نقص واحد خلي بالك دي لما تاخد لها الاعداد بنلاع لك خلي بالك من العدد ده بقولك سين أكبر من أو تساوي اتنين يعني ممكن أخذ اللي اتنين بس لازم يكون أكبر من اتنين اتنين وثلاثة عوض يا عمل اتنين نقص واحد واحد تلاتة نقص واحد اتنين ماشي اللي بعديها سالب سين زائل تلاتة لكن لما تيجي تاخد الاعداد برضو خلي بالك خد لي أصغر من الاتنين طب اللي اتنين اخدها معايا لا ليه لأن هنا مفيش علامة التساوي يعني أصغر من الاتنين يعني واحد وصفر اه واحد وصفر عوض بالواحد سالب واحد زائل تلاتة يبقى اتنين صفر زائل تلاتة يبقى كام تلاتة تعالي بقى نرسم الاولى اللي عندي اتنين وواحد ادي الاتنين اهي عند الواحد تلاتة واتنين ادي التلاتة اهي عند الاتنين الاتنين اهي وارسمني الفرع الاولاني اهو تعالي للفرع التاني هرسمه بلون اخر واحد واتنين ادي واحد واتنين اهو صفر وثلاتة على المحور اهو تعالي نشوف هنا كان عندي الاتنين هنا كانت ايه غير معرفة عند الاتنين بس موجودة عندي هنا يبقى النقطة التقاطع الفرعين اهي عند الاتنين وعند الكام والواحد انا كنت مطلعها لك يعني قبل مرسم انا اعرف طب واحد يقول لي تقدر تقول لي طريقة سهلة للرسم يا استاذ مباشرة اه اقولك تعالى كده انا هكتب لك المسألة تاني اللي هي بعد ما طلعنا ايه سين نقص اتنين زائد واحد اهو سين نقص اتنين زائد واحد وهقول لك مباشرة كده هرسم المحورين وهقول لك طلع لي النقطة اللي احنا هنبدأ منها الفرعين بتوعنا هتقول لي يا استاذ باخد ده بعكس اشارته ونفس العدد ده يبقى اتنين واحد اهو ادي من اتنين قدام الواحد انا هنطلق من هنا طيب خد لي نقطة مع محور الصدات عشان اعرف الفرع الثاني عوض عن السين بصفر يبقى انا عندي هنا سالب اتنين تطلع بره المقياس بتلاتة وواحد يبقى بتلاتة اهو وارسم الاولاني وعمل لي محور تماثل هنا شايف عنده النقطة دي والفرع الثاني الثاني زيه بالزبط اهو لان الدلة دي زوجية هيكون متماثلة ايه حول المحور التماثل بتاع تماما لما يكون قيمة مطلقة لسين بس هيحاولين محور الصدات فهين اصبح فيه تماسل انا رسمتي من غير معمل جدول ومن غير معمل اي حال طب انت كنت ممكن تأكيدا بدل الثلاثة هي والاثنين هي ووصل ده كده طريقة سهلة جدا ان انا اقدر ارسم اي دلة بايه بالمقياس طيب تعالوا نشوف اه الدلة التربعية اللي هي في الدرجة التانية بقى بتقول ايه قالك الدلة التربعية دي يعني فيها قسي اتنين ده شكلها الف سين تربيع زائد بق سين زائد جين بساوي ايه ده لما بخليه معادلة بعد كده بيساويه بالصف بس هنا شرط ان الالف لا يساوي الصف ليه لان لو شلت لك سين تربيع اصبح الدلة من الدرجة الاولى طيب مجالها ايه مجالها ح والمدى من صفر الى مالة نهاية وقدي شكل للدلة التربعية البسيطة سين تربيع قالك الدلة دي زوجية ادي رسمتها ايه المنحنى متماثل حول محور الصادات النقطة صفر وصفر هي نقطة رأس المنحنى طيب واحد يقول لي يا استاذ انت كنت بتقول لي فيه اعداد هو فيه عدد هنا لا يبقى صفر طيب فيه عدد بعدها لا يبقى صفر وصفر طيب المدى فوق محور الصنات وبجيبه من على محور الصادات يبقى من اول صفر الى مالة نهاية المجال ح المنحنى مفتوح لاعلى وممكن يكون منحنى مفتوح لاسفل طب هعرف ازاي اوستاذ اقول لك بسيطة خالص تعال اشوف كده ده السين تساوي سالب سين تربيع لما تيجي ترسم ده هيكون بالشكل ده هيكون ايه بالشكل بتقدر تجيب المدى يا استاذ اه المدى على محور الصادات هو جاي من جاي من بعيد خالص من سالب مالة نهاية الى الصفر يبقى ده المدى اما المجال على محور الصنات يبقى المجال عندي ايه ح جميل خالص تعال نشوف تزايد فين وتناقصية فين هنا عندي الدلة بتنقص اهي يبقى من سالب مالة نهاية لصفر تناقصية من اول هنا بتزيد يبقى من صفر الى مالة نهاية ايه تزايدية تعالوا نشوف رسمة للدلة التربعية ازاي هنرسمها مع بعض بيقول لي ايه بيقول لي ارسم الشكل البياني للدلة دال سين سين تربيع زائد واحد تربيع وعين المجال والمدى والاطراض ونوعها زوجية ولا فردية ولا غير ذلك اقول له تعالي انا محتاج اعمل جدول بس انت قلتلنا يا استاذ انا ممكن اجيب الرأس على طول اللي هي رأس المنحنة بتاخد العدد ده بعكس اشارته وبتاخد العدد اللي بعد كده تب فيه عدد هنا تاني لا يبقى صفر ده رأس المنحنة من غير ما ترسم ايه من غير ما رسم انا علمتك بقى ايه الطريقة تاخد العدد بعكس اشارته ثم العدد اللي بعد كده اما فيش عدد اخلي صفر طب انت هترسم ايه يا استاذ اقول لك هرسم لك دلة يعني محتاج تلات نقاط انت جبت منهم سالب واحد وصفر وخلاص طب خد مثلا الصفر ودي سالب واحد اهو وخد الاتنين عوض صفر زائد واحد بواحد تربيع بواحد ودي كانت بصفر خلاص اتنين زائد واحد تلاتة تربيع بكام بتسعة اه تعالى بقى نرسم انت محتاج الصدات الموجبة ايه اه كتير جدا يبقى خليني محور السينات تحت خلي بالك نزله تحت شوي ليه لان انا محتاج ايه عصدات هنا عندي تسعة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة وهنا عندي موجبة كفاية نقطتين تلاتة صفر وواحد صفر وواحد يا اشتاز طالما النقطة فيها اصفار يبقى على المحور السين بصفر والصد بواحد يبقى على محور الصدق ماشي سالب واحد وصفر السين بسالب واحد وصفر يبقى على محور مين اهو طب اتنين وتسعة اتنين اهيه وتسعة طب استاذ ما تدينا يعني نقطة كمان عشان يبقى شكل التماثل موجود اقول له بسيطة خالص ده انا ممكن اخد عشرين نقطة كمان ما تزعلش انا اخد سالب اتنين وسالب خمسة كمان سالب اتنين زائد واحد سالب واحد تربع بواحد يبقى سالب اتنين واحدة ايه اه صح يا استاذ ده انا هلاقيها زيها بالزبط عشان فيه تماسل طيب سالب خمسة كبيرة شوية طيب خليها يا استاذ وليكن اه تلاتة خليها سالب تلاتة سالب تلاتة زائد واحد سالب اتنين موجود اربعة يبقى عندي سالب تلاتة هنا فيه اربعة فين واحد اتنين تلاتة اربعة اهو يكفيني قوي طبعا برسم باليد اهو جميل خالص رسمت الرسمة طب تعال نشوف رأس المنحنة ادي رأس المنحنة اهو عالمحور هين كان سالب واحد وصفر السين بسالب واحد والصد بصفر صح يا استاذ اهو انت كنتم طلعهم الاول من قبل ما ترسم طب تعال نجيب بقى الايه المجال والمدى المجال اللي عندي مش دي ده لا تربعية على طولها طب المدى المدى من اول محور السينات لحد فوق يبقى من صفر الى مال نهاية طيب الاطراض انا شايف الدلة هنا عملا تنزل يبقى تناقصية فين من سالب مال نهاية على ايه انا باخد على محور السينات لحد سلب واحد يبقى من سالب مال نهاية لسلب واحد طيب تزايدية فين يا استاذ انا اقول لك من سالب واحد الى مال نهاية يبقى من سالب واحد الى مال نهاية طيب هو كان عايز كمان ايه نوعها طيب هل الدلة دي متمثلة حول محور الصدر لا الجزء اللي هنا غير اللي هنا هل متمثلة حول نقطة الاصل لا يعني ايه الكلام ده اقوله بكل بساطة الدلة مالها ليست زوجية وليست فردية واضحة تاني بقى يبقى انا رسمت هنا الدلة التربعية وعملت جدول وطلعت رأس منحنى ده انا ممكن اقول بقى هنا ايه كلام للصبح اقول المنحنى مفتوح لاعلى اجيب محور التماثل عندي سين تسوي سالب واحد عندي سين تسوي كام سالب واحد هو مش طالب الكلام ده يا استاذ اه مش طالبه بس انا بديلك المعلومات المنحنى مفتوح لاعلى محور التماثل عندي سين تسوي سالب واحد وقلتلك نوعها وقلتلك اطراضها وجبتلك مداها وجبتلك المجال يعني كل حاجة فيها جميل خالص تعال نشوف رسمة تانية للدلة التربعية يعني أنا ممكن أطلب منك الرسم ومن الرسم اطلع لي كل حاجة أنا طالبها اللي هو المدى والمجال والأطراض والنوح الأربع حاجات دول هكون محتاجهم منك تعال نشوف رسمة كمان ارسم الشكل البياني للدلة ده السين سين في القيمة المطلقة السين يا أستاذي انت قلتلي لما يكون في قيمة مطلقة لابد من إعادة تعريفها الأول صح برافو عليك فده مهمة جدا لابد من إعادة تعريف الدلة دي وإعادة تعريفها سهلة مرة موجب ومرة سالب طب ساوي ده بالصفر يعني سين أكبر من أو الساوي الصفر وسين أصغر من الصفر جميل أول طب اضرب هالي في السين اللي برا يبقى سين في القيمة المطلقة السين اضرب يا عم يبقى سين تربيع وسالب سين تربيع السين أكبر من الصفر أو تساويه وهنا أصغر من الصفر خلي بالك دي دلة تربيعية آه تعال نرسم نعمل جدول بس قال لي صفر وأكبر من الصفر يعني صفر واحد اتنين ما لكش دعوه بالسلب خالص الفرع التاني ده بتاع سين تربيع اللي هو سالب سين تربيع خلي بالك هو عتنسى هو بيقول لي أصغر من الصفر يعني الصفر كمان مش معانا يعني سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة وتعالى بقى نرسم بس قبل ما ترسم هاتلي الأعداد عوض بصفر صفر واحد واحد اتنين اربعة سلب واحد تربيع بمجاب واحد في سلب واحد بسلب واحد سلب اتنين تربيع باربعة في سلب بسلب اربعة سالب تلاتة تربيع بتسعة في سالب بسالب تسعة تعالوا انت محتاج هنا السالب كتير يا أستاذ صح يبقى خليلي المقدار أو الكمية الكبيرة من المقاط ده تحت شوية ماشي عشان محتاجين لحد سالب تسعة سالب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة جميل وعندي في الصادات أكبر حاجة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي السينات لحد اتنين والسالب لحد تلاتة ده اللي أنا محتاج صفر وصفر فين يا أستاذ أهو واحد واحد أهي اتنين واربعة فين يا أستاذ أهي انت بترسم بإيدك عشان ايه منحنة؟ آه صح ادي جزء الاولان جميل أول تعالوا نشوف التاني سالب واحد وسالب واحد أهي سالب اتنين وسالب اربعة اهي سالب تلاتة وسالب تسعة اهي انت برضو بترسم بيدك يا أستاذ عشان ايه؟ منحنة ماذا تلاحظ؟ هللاحظ هنا حاجة جميلة جدا ان الدلة دي امسك من أول هنا واطلع هتلاقها معك متزايدة وهنا كمان متزايدة الله ده الدلة دي متزايدة يعني ما فيهاش جزء متناقص آه صح عالي ما ممكن تطلع كلها متزايدة كلها متناقصة او جزء متزايد وجزء متناقص طيب المدى بتاعي مش ملاحظ ان المدى ان هي من اول سالب مالة نهاية الى مجب مالة نهاية وعندي هنا الصفر ماله الصفر ماله آه موجود هنا وموجود هنا تمام؟ يبقى في الحالة دي كمان دخل معايا فهقول له المدى جميع الاعداد الحقيقية لان الصفر ما اصبحش ايه منفصل عندي ده متصل طيب العايز الاطراب الدلة تزايدية على مجالها لوحة كله طيب زوجية ولا فردية اللي بيحكمني حاجتين هل هناك تماثل حول نقطة الاصل؟ يا استاذ انت لو وصلت دي كده آه في تماثل الجزء اللي فوق ها زي الجزء اللي تحت هقول له الدالة فردية يبقى انا جبت المدى وجبت الاطراب ووريت له ايه ان طلعت الدلة ايه فردية جميل جدا تعالوا نشوف الدلة قبل الاخيرة الدلة التكعبية والصورة بتاعتها الف سين تكعيب زي ادباء سين تربيع زي الجيم سين زي الدال برضو شرط ان الالف لا يصوي الصفر والاعداد دي كلها اعداد حقيقية زي مثال الدلة السين تكعيب هنلاقيها زي اللي احنا شفناها الدالة الفردية دي بتقع في الربع الاول والتالت ولو كانت بالسالب يبقى في الربع التاني والرابع طبعا مجالها ح والمدى بتاعها برضو ايه ح وبنلاقي المنحنى متماثل حول نقطة الاصل ودايما الدلة تزايدية على مجالها او تناقصية على مجالها حسب اشارة السين طب ناخد سؤال يا استاذ انا اخد سؤال ارسم الشكل البياني للدلة دال سين بالساوي سين تكعيب وعين المدى والاطراض ونوعها ان هي ايه زوجية ولا فردية ام غير ذلك جميل اوي تعال بقى نعمل كده حاجة جميل او تقدر تجيبني المنحنى من هنا او استاذ اقدر بس تعال نشوفه مع بعض هو صفر وصفر انا عندي دال سين بالساوي سين تكعيب اعمل لي جدول سين وصاد خد لي خمس اعداد يريد يكون فيه توازن سلب واحد ومجب واحد سلب اتنين ومجب اتنين عوض سلب اتنين تكعيب بسلب تمانية سلب واحد بسلب واحد الصفر واحد اتنين تكعيب بتمانية وعايز ارسم هخليها بقى في النص عشان ايه انا عندي هنا فوق زي تحت بيقول لي هاختار الاعداد اللي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سلب اتنين وسلب تمانية ادي سلب اتنين وسلب تمانية سلب واحد وسلب واحد صفر وصفر واحد واحد اتنين وتمانية جميل اوي انت بتلسم بايدك يعني منفعش فعل مصطرة مصطرة في الدوال الخطية فقط ماذا تلاحظ انا عايز المدى المدى على محور الصدات يبقى كل يؤسس حه طب الاطراض الدلة متزايدة على مجالها اللي هو ايه حه طيب هي زوجية ولا فردية طالما في تماثل حول نقطة الاصل يبقى انا عندي الدالة فردية وياردت تذكر السبب لانها متماثلة حول نقطة الاصل جميل خالص طيب في رسمة هتديلك النقاط بتاعتها وانت هتحلها واجب هتقدر تطلع للنقطة اه ممكن باخد ده بعكس اشارته مع ده يعني موجب اتنين وثلاثة هلاقي ان الدالة دي هتمر بالنقطة اتنين وثلاثة الجزء اللي فوق غير الجزء ايه اللي تحت دي هسيبها لك واجب ونشوفها ايه على موقع القناة على اليوتيوب او على الفيسبوك تمام تعال نشوف اخر حاجة عندي الدالة الكسرية عشان نختم بالدالة الكسرية بيقول لي ايه دال سين معرفة بواحد على سين زائد الف واحد على سين زائد الف مثال دال سين بيساوي واحد على سين طيب انا اعطيك هنا المثال ده ابسط عشان اعرف ارسمها بقولك المجال هي معرفة على جميع الاعداد معدل سين بصفر يبقل له مجالها حه معدل صفر وايضا المدى غير معرف عند الصفر يبقل له المدى عندي حه ناقص ايه الصفر المنحنة متماثل حول نقطة الاصل هتلاقي الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت فهنا بنسميها الدالة فردية والنقطة اللي عندي دي هتما لها هتكون نقطة التماثل نقطة ايه التماثل عشان كده بنلاقي ان الدالة هنا ايه هنلاقيها تناقصية على ايه على مجالها والى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد باللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة